بسم الله الرحمن الرحيم على الرقم الرابع من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالرسل كنا قد تكلمنا قبل ذلك عن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب واليوم سنتعرف على الإيمان بالرسل فما تعريف الرسول وما عدد الرسل وماذا يتضمن الإيمان بالرسل وما فوائد أو وما ثمرات الإيمان بالرسل أولا الإيمان بالرسل هو الرقم الرابع من أركان الإيمان والإيمان بهم واجب إذن الإيمان بالرسل من الواجبات وهو رقن وفرض عظيم أما الرسول فهو من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه الرسول من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه إذن الله أوحى إلى إنسان اصطفى الله عز وجل إنسانا من الناس واصطفى رجلا من الرجال طبعا والرسول لا يكون إلا رجلا وأوحى إليه بشرع أي أرسل إليه كلامه سبحانه وتعالى والشرع ما فيه من العبادات والأحكام التي تنظم حياة الناس وأمره بتبليغه أمر الله سبحانه وتعالى الرسول أن يبلغ للناس هذا الشرع الذي أرسله الله إليه إذن هذا هو الرسول من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه عدد الرسل الرسل عند عددهم كثير لا يعلمهم إلا الله تعالى قال الله عز وجل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك إذن الرسل والأنبياء لا يعلم عددهم حقيقة إلا الله لكن المذكورون بأسمائهم في القرآن عددهم خمس وعشرون عددهم خمس وعشرون رسولا ماذا يتضمن الإيمان بالرسل أي ماذا يحتوي الإيمان بالرسل وماذا يتطلب وماذا يقتضي منا يتضمن الإيمان بالرسل عدة أمور منها أولا التصديق بأن الله بعث في كل أمة الرسول التصديق بأن الله بعث في كل أمة الرسول يدعوهم إلى عبادة الله وحده إذن معنى أو من معاني الإيمان بالرسل أنك تصدق بأن الله أرسل في كل أمة الرسول من الأمم السابقة قال الله تعالى وَمَا مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا وَخَلَى فِيهَا نَذِير والنذير هو الرسول أي أن الله أرسل للناس كل الناس رسلاً وأنبياء ثانياً الاعتقاد بأنهم جميعهم صادقون قد بلغوا ما أرسلوا به ولم يكتموا شيئاً أيضاً يجب عليك أن تعتقد أن الرسول أو الرسل قد بلغوا ما أرسلهم الله به أي أدوا هذا الدين وأدوا هذه الأمانة وبلغوها للناس ولم يكتموا شيئاً قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الْرَسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَّكَ مِنْ رَبِّكَ فقد بلغوا ونحن نشهد أنهم قد بلغوا رسالة الله ثالثاً الإيمان بأن دعوتهم الإيمان بأن دعوتهم جميعها قد اتفقت على التوحيد قال الله عز وجل وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ إذن اتفقت كل الرسل من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم من نوح عليه السلام أول رسول على الأرض إلى محمد عليه الصلاة والسلام كل الرسل كانت دعوتهم هي التوحيد أنعبد الله ما لكم من إله غيره وأما الشرائع والأحكام مثل أحكام الصيام وأحكام الصلاة وغيرها فإنهم يختلفون فيها قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة يعني نجي مثلا الصيام كان عند الأمم السابقة غير صيامنا الآن والصلاة عند الأمم السابقة غير صلاتنا الآن في العدد وفي بعض الكيف وغير ذلك يعني هناك أمور بالنسبة للعبادات تختلف من أمة إلى أمة أما التوحيد كلهم يدعون إلى عبادة الله الواحد أربعة يتضمن الإيمان بالرسل الاعتقاد بأن من كفر برسالة واحد من الرسل أي من كفر برسالة نبي واحد رسول واحد من الرسل فقد كفر بالجميع يعني مثلا من أنكر رسالة نوح عليه السلام فقد أنكر جميع الرسل حتى رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن رسالة النبي محمد عليه السلام هي من جاءت بل هي من دلت وذكرت رسالة نوح عليه السلام قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين مع أن نوح كان هو الرسول في ذاك الوقت لكن من أنكر رسالة رسول فقد أنكر رسالة جميع الرسل أيضا خامسا الإيمان بأن الله أيدهم بالمعجزات الله أيد رسوله بالمعجزات والمعجزة هي أمر خارق للعادة لا يستطيع أي إنسان أن يقوم بها إلا من أيده الله بذلك فمثلا معجزة النبي محمد عليه السلام أعظمها القرآن الكريم وهناك معجزات له كثيرة صلى الله عليه وسلم معجزة سيدنا إبراهيم عليه السلام أنه ألقي في النار فلم تحرقه النار معجزة سيدنا صالح عليه السلام لما أرسل إلى ثمود أنه أخرج الله له ناقة من الصخري معجزة سيدنا موسى العصى قلبت أفعى وضرب البحر فانفلق البحر وغير ذلك من المعجزات الكثيرة للرسل ولا تكون المعجزة إلا لرسول ختاما ثمرات الإيمان بالرسل الإيمان بالرسل ثمرات ومعنى ثمرات أي أنها يجدها من آمن بالرسول يستلذ بها يستشعر بها أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل الرسل للهداية لهداية الناس أي أن الله رحم الخلق لم يخلق الخلق ويتركهم بل أرسل الرسل ليهدوهم ويدلوهم على طريق الحق وطريق الجنة فلله الحمد والمنة أيضا شكر الله تعالى على هذه النعمة فنحن نشكر الله أن أرسلنا الرسل وخصنا بخير الرسل محمد عليه الصلاة والسلام فقد أخرجنا به من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهداية أيضا محبة الرسل لأنهم رسل الله ويحبون الخير للناس إذن لما تعرف أن الرسول جاءك ليدلك ويهديك إلى صراط مستقيم فأنت تحبه لأنه هو أولى بك من غيرك أيضا التمسك بما جاءوا جاءوا به بشرع بشرع الله عز وجل الذي جاء بها الرسول وبدين الله عز وجل الذي بلغه هذا الرسول نتمسك بما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من أفضل الرسل فقد اتفق العلماء على أن أفضل الرسل هو محمد عليه الصلاة والسلام كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر وهو ختام الرسل صلى الله عليه وسلم أي لا نبي بعده وهو الذي يجب علينا اتباع سنته واتباع سنته قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أي اتباع النبي هي جلب لمحبة الله سبحانه وتعالى فهذا مختصر الإيمان بالرسل جعلني الله جعلني الله وإياكم من محبي الرسل ومن الذين يتبعون هذا النبي حق الاتباع أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته